لا يزال النظام السوري بحسب الوثائق التي كشفت مؤخرا أكبر عملاء داعش وخاصة ما يتعلق في تصريف النفط وعمليات بيع القمح الذي ينهب مناطق الجزيرة السورية وينهب منها لكن بعد كل هذا هل فعلا داعش يستطيع أن يبني منظومته الاقتصادية الخاصة؟ ففي لقاء خاص أجرته أخبار الآن مع الخبير الاقتصادي والنفطي حمزة الجواهري قال إن داعش يعتمد في موارده الاقتصادية على النهب والسرقة مستشهدا بالمناطق التي يسيطر عليها لينهب مواردها النفطية ومحاصيلها الزراعية وأيضا آثارها التاريخية نتابع قيقة إنه إحنا اللي لاحظنا من عناصر داعش أنه معظمهم جايين من أجل المال أيضا الغنائم المالية وأيضا اللي فضحها هو الخلافات اللي يصير بناتهم وعمليات السرقة للأموال والأوروبية يعني يجب أن يكون التعامل بالنسبة لهم يعني بالدولار لأنه ما ينفع أنه يتعامل بالدينار العراقي لأنه هم وكلهم يعني حقيقائيونهم على هذه العملة حتى يسرقوا ويهربون يعني هذه أهمة مسألة الآثار مسألة النفط مسألة المال المحصولات المحصول الزراعي بالمناطق اللي هو مسيطر عليها هاي كلها موارد مالية إلى بالنسبة إلى طبعا يعتبرها إلى كلها وفعلا هو جاي يتعامل على الطريقة على الأساس هذا النفط صحيح أنه يعني استطاعت الحكومة العراقية والجيش العراقي أنه يخلص المناطق اللي هي يعني يسرق بها منها النفط مثل حقول علاس وعجيل وأيضا مناطق أخرى بالقيارة ويعني قلنا نقول بالموصل محافظة دينوو اشتركوا في القناة